ورداً على انتقادات نيابية شككت بآلية تعيين ملحقين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية أكد وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفدي خلال جلسة النواب اليوم أن تعينات كافة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها تخطع للرقابة والتقييم وتجري بكل نزاهة وشفافية عملية التعيين في وزارة الخارجية تتم وفق النظام وهي عملية شفافة فنصفة عادلة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعصية على التدخلات وعصية على الوزارة نحن مستعدين أن نخضع هذه العملية لتقييم من أي جهة يختارها المجلس أي لجنة يختارها المجلس لأن تقيم هذه العملية كل أوراقنا مفتوحة ونحن مستعدون لذلك وإذا ثبت واحد بالمليون خطأ في عملية التحيين أتحمل أنا مسؤوليته كاملة الامتحانات التحريرية موثقة ويستطيع كل من يتقدم أن يطلع عليها نحن معي الوزير رح يتكلف رئيس لجهة الشهر الخارجية عفوك بسيدي نقطتين لسماعك والمقابلات مصورة بالفيديو ويجريها خبراء من خارج الوزارة منهم سفراء سابقون ويدخل المتقدمون يحملون رقما لا يعرفون أسماءهم ولا نميز إيجابا ولا نميز سلبا ولمن يتحدث عن الواسطات إذا ما اطلعنا على الأسماء سنجد واسمح لي أن أقول هذه الجملة وزراء عاملون في هذه الوزارة تقدم أبناء إخوة لهم ولم يعينوا لأنهم لم ينتجحوا اشتركوا في القناة